هو النقاش لأستاذ عبدالقادر حدوش نائب بالمجلس الشعب الوطني عن الجالية الجزائر بالخارج مساء الخير أستاذ بداية أستاذ عبدالقادر حدوش كيف تنظرون إلى هذه الحملة الإعلامية الشريسة التي أصبحت تشنها وسائل إعلام فرنسية ضد الجزائر هي في الحقيقة بعض وسائل الإعلام حتى يمكن أن تكون صحيحة لا يتعلق بالموند والفقارو نعم مع الأسف هنا هذا والبارادوكس أنه يوجد جرنال تندنس غوش لما يتعلق الأمر بحرية صحفة أنا مناظل من أجل حرية التعبير لكن حرية التعبير لا يمكن التناقض والقيم الإعلامية وقيم كذلك إعطاء المعلومات يعني عن المعلومة الدقيقة وتناولها بشكل موضوعي من غير خلفيات إيديولوجيا أو غيرها شيء اللي لحظنا هو صورة سيد الرئيس التي عرضت على الصفحة الأولى من جريت لوموند يعني هذا يعني سلوك غير أخلاقي من ناحية الإعلامية خاصة لما تتكب جريدة معروف عنها المهنية وعندها سمعة والمتعرف عنه باسم حرية التعبير باسم حرية التعبير هذا شيء مؤسف لكن أعتقد أنه لا يمكن هكذا يعني تعليق إعلامية وصحفية يمكن أن تسيء للعلاقات الجزائرية الفرنسية اللي هي علاقات قوية يعني بحكم التاريخ وبحكم المصالح المتبادل على أكثر من سعيد خاصة في الفترة الأخيرة شهدنا أن هناك تطور وتحسن كبير ما بين العلاقات بين الجزائر وفرنسا فعلا التحول يعني مشهود وملحوظ بين الفرنسا والجزائر منذ سنوات الأخيرة منذ يعني مجيء أولوند فأعتقد أن الرئيس بوتفليقة ورئيس أولوند أعطى دفعا جديدا وأعطى إشارة قوية لإعادة الدفع في العلاقات بين البلدين لأنه الآن كذلك يعني ما تعيشه كل ضفة المتوسط يعني على الجهتين يكتضي أن يكون هذا التواصل وتعميق الحوار وتعميق الاستشارة وكذلك تقريب وجهات النظر مع الأسف فيه أكثر من موضوع أين المقاربة الإزائرية والفرنسية تختلف لما يتعلق الأمر بالقضايا الصحرائبية لما يتعلق ب هل وفقت بعض النزاعات على المساوة الإقليمية أين الجزائر أستاذ عبدالقادر حدوش أن المواقف الجزائرية التي تحسب لصالح الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا في العديد من القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الملف الليبي وملف الصحراء الغربية أصبحت أو أن الجزائر أصبحت الآن تدفع ثمن مواقفها نعم هذه لما تكون دولة ناشئة أو دولة نامية موش من السهل أنك دائما تكون لما تريد أن تكون سيد سياستك الخارجية وقرارك وموقفك وتدفع لأن الجزائر أثبت منذ زمن قصير أو زمن محترم أن المقاربات والحلول التي كانت تقترحها لمعالجة أكثر من ملف على المستوى الإقليمي وهو كذلك يحتمد على أسلوب الحوار والأسلوب السياسي لم يكن هو الأسلوب المتبنى من طرف جهات قوية في القرار الدولي بما فيها فرنسا ثم فيه لوبيات وجماعات ضغطة سياسية واقتصادية لا تريد للعلاقات الجزائية الفرنسية أن تتجاوز بعض الأسقف ثم فيه مرحلة قادمة هو الاستحقاقات الرئاسية في 2017 التي تعطي بذلالها على ما يحدث ثم أعتقد أنه قلت لك هذا التقارب أزعج بعض اللوبيات داخل التيار السياسي الفرنسي في المشهد في يمينه وفي يساره وكذلك بـ ميدياتيك حتى كذلك بعض الوسائل الإعلام التي مشت في هذا الطرح وأنت شفت مؤخرا منذ موقف من صحة الغربية هي مواقف مع الأسف مخدلة وهذا لا أعتقد أن هذا رغم كل شيء كان رد رد الدولة الزائرية عن طريق سيد العمام ردا واضحا وصريحا وربما موجي عن البعض لأنه العلاقات دبلوماسية إلى غير ذلك أستاذ عبدالقادر حدوش كما سمعنا للمحل السياسي سيد سوفيان بندوينا كان أشار إلى أن هذه الجزائر هدفها التشويش على مستوى العلاقات ما بين البلدين هو حجم وكثافة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين الجزائر وفرنسا يعني حجم وكثافة الفرنسيين من الأصول الجزائرية فرنسا الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط وما يمكن أن تلعب وكدور يعني هذا المحور الجزائر باريس أعتقد أهم ومصالحه أكثر من أن تؤثر فيه هكذا يعني كتابات صحفية قد تكون ربما مشبوهة بسك يعني الأخلاق تقتضي أنه الصحفي يتحر تحر المعلومة قبل إيصالها إلى الرأي العام وإلا يعني الجورناليست يصبح جورنالي يعني لا يصير أو لا يكون الصحفي صحف جي أعتقد أنه قتل ربما زيارة مانيال فالس هذا الإنزال الوزان في الجزائر أكيد أن قتلك هذا التقارب هو مع الأسف يعني ما يخدمش مصالح بعض اللوبيات وبعض الجماعات الضاغطة اقتصاديا وكذلك سياسيا وإعلاميا وحتى بعض الدول الجار لكن هذا ما ينجمش يشوش ولا ينقص من عزيمتنا في تقوية علاقتنا مع هذه الدولة التي هي مهمة والدول الأخرى حتى تكون للجزائر دائما دور يعني ريادين ومتميز في محيطها الإقليمي وفي مقارتها وكذلك على المستوى الدولي طيب أستاذ عبدالقدر حدوش الحديث دائما يقودنا كما أشرنا من قبل أن فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية عام 2017 مثل هذه القضايا الشائكة التي أصبحت تطال بطريقة أو بأخرى إلى مؤسسة الرئاسة الجزائرية إلى غير ذلك كيف سيكون انعكاسها وكيف سيستثمرها بعض من المرشحين للانتخابات الرئاسية هو الآن يعني إلى حد الآن الأمر مصبح يعني مستغل سياسي بقدر ما هو مستغل إعلاميا وبالتالي يعني الآن كل من لهم حضوظ باش يكونوا في الدور الثاني في السحكات الرئاسية فاهموا يعني أنه الإلكتوراء يعني فرنسي دوريجين اللي هو عنده خوض كثيرة أن يكون في الدور الثاني وربما هو من يكون رئيسا للسنة القادمة لفرنسا أعتقد أن هذا الساسة في فرنسا فهموا الآن قيمة الجزائر كالطرف وكالشريك وأنا بدون عقدة نقول يفوكو نغيف الديباسيونية الديكمبليكسي لغولاسيون الجو فرانسيز لأنه ما فيش في العلاقات بين بلدين ما فيش مكان العاطفة ومكان للإستخدام هي المصالح التي تغلبها لهذا أقول وأكرر أن مصلحة فرنسا مع الجزائر هذا هو الشيء المتناقض الغريب أن فرنسا عندها مصالح وتريد أن تبحث عن مصالح أكثر في نفس الوقت فيه بعض الاستهتار وبعض التهاون من قبل بعض النخب المعروفة بالتوجهات تاحها وبالخلفية لما يتعلق بالأمر بالجزائر وبسياسة الجزائر سواء على المستوى الداخلية أو على المستوى الخارجي وهذا يعني أنا لا يزعجني ويصنني موسيقى برونتا لأنه نعرف هذه التوجهات والحساسيات السياسية والإعليمية التي تعمل دائما من أجل أن تكون العلاقة الجزائرية الفرنسية علاقة متوترة وعلاقة سودها التدافع والتدافع وكذلك الضغط لأنه قتلك والمستفيد الأكثر من هذا التضارب ومن هذا التشنج هي بعض الدولة الشقيقة التي لا تريد قضية إذا أخذت قضية الصحراء الغربية لا تريد لأن هذا الملف يأخذ مجراه الطبيعي والأممي في المحافلة الدولية في أن تكون لشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره وأنا بدون أن أذكر الدولة الجارة أنت فهمتي والمشاهد يعرف ماذا أقول وماذا أريد هذا ربما أزعج كذلك بعض منهم محسوبين في الأوسط والمدافعين والمتعاطفين مع الرؤية مع الأسف هي يعني هي تكون نيو كولونياليست جيو وزين ماروكين أمك تلو غسبي كجدوى والماروكين لن أقول لك ونكرر لك أن العلاقات الجزائية الفرنسية قدمة بدون شك أنه تطور أكثر وميقدرش يكون إلا إذا كانت إرادة من الجهتين من أجل تجاوز هذه العقد وتجاوز هذه الحاسيات وكذلك مواجهة هذه الخلفيات بإرادة سياسية واضحة يعني صريحة حتى يكون المصلحة في اتجاه شعبين وفي اتجاه البلدين وإلا ما تقدرش تكون شراكة ونمين الذين يدعونا إلى شراكة حقية استثنائية بحكم الجالية الموجودة وبحكم تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوستراتيجة وكذلك التاريخ الذي يربط كلا البلدين ربما أستاذ عبدالقادر حدوش نائب المجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائية بالخارج شكرا لك على كل هذه التوضيحات شكرا